أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة من علاقات مميزة على مختلف المستويات وأهمية مؤاصلة البناء على ما تحقق في مسارات العمل والتنسيق المشترك بما يحقق التطلعات المشتركة وينعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومع لشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادت السيدة آن غالند وان لويس سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى مملكة البحرين حيث تمنى سموه لها التوفيق في أداء مهامها الدبلوماسية مشيدا سموه بمستويات التعاون التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة مشيرا سموه إلى أن إسهامات الجالية الفلبينية بالمملكة في العملية التنموية هي محل تقدير لدى الجميع من جانبها أعربت سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيز هذه العلاقات تحقيقا للتطلعات المشتركة 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 اشتركوا في القناة